بسم الله الرحمن الرحيم ربي أعطنا من لدنك علما وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل قلوبنا بسرك مستنيرة وبعلمك متفقها وبالخوف منك زكية وبمحبتك مرتقية اللهم إنا نسألك أن تجعلنا عبيدا لك وحدك وأن تستخدمنا في طاعتك وأن تعلمنا من علمك وأن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور بصائرنا وذهاب همنا وجلاء حزننا وأن تجعله أنيسا لنا في قبولنا وشاهدا لنا في أخرانا اللهم فقهنا فيه وعلمنا من تأويله وارزقنا حسن تلعوته وحسن العلم به إنك أنت الوهاب إلهي نسألك أن تجتبينا فتريحنا وأن تهدينا سواء السبيل فتجنبنا المشقة في سبيلك اللهم اهدنا ما حيينا وارحمنا إن صرنا إليك أنت ربنا وأنت مولانا وأنت نعم المولى ونعم المصير وأصلي وأسلم على النبي التقي والرسول الزكي سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلك سبيله ونهج نهجه واقتفى أثره وارزقنا صحبته في الآخرة أنت مولانا فاستجب لنا وقد دعوناك يا ربنا وبعد تناولنا كما قلنا في المحاضرة السابقة أصول عملية التزكية وأدلتها من القرآن الكريم وكيف أشار القرآن إلى ثمارها في الاستقامة وفي تولي الله للمستقيمين ثم ثم تناولنا بعد ذلك الذي الذي يُعلم ويُدلل طريق التزكية ويُدلل 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 والآن بقي دور التلميذ بقي دور المزكى كيف يُدلل ويُدلل كيف يُكْطَع المسافة الشاقة وهي لا تُكْطَع ولا تنتهي بين العبد وربه فإن الفاصل بين الخلق والخالق فاصل لا نهائي لا يمكن أبداً أن يجتازه مخلوق ويظل الخالق محجوباً بذاته وبكنهة عن أن يدركه المخلوق أو أن يصل حقيقة إليه كل ما يصل إليه المقربون أن يستشعروا شيئاً من عطاياه أن ينالوا شيئاً من فتوحه أن ينالوا شيئاً من أسراره والذين وصلوا إلى هذه النقطة لا نقول وصلوا إلى الله الذين وصلوا إلى أسرار الله وعطاياه وإلى فتوحه قالوا لقد بدأت المرحلة العميقة وعندهم شيء اسم القلق في اللحظة يظل العبد قلقاً كلما وصل إلى رتبة يقلق لأن ينتقل إليها فلا ينتهي قلقه ولا تهدأ نفسه بل يظل مستشعراً دائماً أنه في حاجة إلى أن يعطى من عنديّة الله أو من لدنية الله قد تتعجبون إخوتي من استخدام كلمة العندية واللدنية أن العندية حال أبعد في العطايا من حال العندية فالعندية أعمق في القر من لفظة العندية من لفظة اللدنية اللدنية أقرب اللدنية أقرب من العندية ويبدو أن العندية تعني الرحمة والمغفرة أما اللدنية أما اللدنية فتعني المواهب والعطايا والذي يدلنا على هذا الفرق ما نجده في سورة الكهف في العبد الصالح فالله يقول عنه عبدا من عبادنا طبعا إحنا نتذكر لما قلنا نا للتعظيم ونحن للتعظيم فلما يقول الله عبدا من عبادنا فأتيناه آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما فصارت العندية مع الرحمة واللدنية واللدنية مع العلم الذي أظهر جزءا منه أمام موسى فتكون اللدنية أعمق وأرقى وحال أسمى من حال العندية ولما طلبت امرأة فرعون بأسلوب الدلال من المرأة على محبوبها قالت له سبحانه رب ابني لي عندك ولم تقل لدنك رب ابني لي عندك بيتا في الجنة وانظروا كده معنا في الدقة أو في أنا أخلت دلال لأن يعني المرأة دائما لما تطلب من محبوبها الحسي تطلب منه بيتا تطلب منه شقة تطلب منه أثاث تطلب منه كذا بنفس أسلوب الدلال المحب على المحبوب جل جلاله تقول له رب ابني لي عندك بيتا في الجنة شيء الدلال بلغ بلغ منتهاه في قولها ابني لي الله لا يبني كان من الممكن أن تقول رب هب لي قصرا في الجنة والقصور مشيدة والقصور موجودة بالفعل والجنة مبنية بالفعل ومستكملة وهي لا تنتظر زيادة في البشرية فالله يعلم من سيدخل وهو معد الجنة ومعد الجنة تماما خلافا طبعا للمعتزلة الذين يقولون إنها إنها لم تبن بعد لكن أهل السنة ورجال السلف والأشاعر معهم يقولون إن الجنة أعدت وبنيت بالفعل فالله قد بناها واستكملها هي سبت هذه المباني كلها وأرادت شيئا خاصا فقالت له ابني لي عندك كوي يكسر إنها قالت عندك ولم تقل لدنك فالعندية أبعد شوية فاللهم اجعلنا عندك مرحمين واجعلنا لدنك عالمين وبك عارفين ومن حقائقك متمكنين أنت رب العالمين الموضوع اللي معانا حتى لا نشرد عنه المزكى الباحث عن التزكية القاصد للتزكية ما هي الأصول التي تبنى عليها عمليته كما قلنا في ضرورة أن يعلم الشيخ وفي الأصول التي تقوم عليها المشيخة هنا أيضا ما هي الأصول التي تقوم عليها عملية التزكية عند الفرد القاصد للتزكية ثم نقطتين اثنين نبهوا إليهما جيدا قالوا لا بد من العلم وتصحيح العقيدة مقطتين ولذلك أنا عندما كلما دخلنا في هذه المسائل قلت يا ليت يا ليت الجميع يعلم هذه الحقيقة أو يقرأها وهي موجودة العلم الفقهي وتصحيح العقيدة والذين يترصدون أهل التزكية لا يفارقون الاثنين التزكية وتصحيح العقيدة وهم يترصدون من منطلق عقدي وأهل التزكية ورجال التزكية يرفضون أن يقبلوا واحدا إلا بتصحيح العقيدة وبأن يكون عالما قالوا لا بد من شيقين شيخ الحق شيخ الحق وشيخ العلم طبعا المستعمل لهذين اللفظي وجد أنه أن الاثنين يتفقان في كونهما عالمين فلو قال شيخ العلم وشيخ العلم ما نعرف نميز بين هذا وذاك ولذلك استخدم هو لفظ شيخ الحق لمن يعلم العلم الشرعي وشيخ العلم وشيخ العلم لمن يعلم الناس العمل أو السلوك في التزكية فالأول شيخ الحق لأن الفقه حاكم شوفوا شوفوا الدقة لأن الفقه حاكم لأن العلمية الشرعية حاكم قاضي قاضي على الفرد قاضي على كل من ينضوي تحت هذا الدين لابد من شيخ العلم وهو الثاني وشيخ الحكم أولا قالوا ولا تدخل عند من باب شيخ العلم إلا إذا جلست عند شيخ الحكم تعلمت عند شيخ الحكم قالوا فلابد من باب الخلق لكي تدخل إلى باب الطريق أو السلوك الموصل إلى الخالق لابد من باب الفقه لتدخل إلى باب الموصل إلى الآخرة لابد من باب الحديث لكي تدخل إلى من يعلمك تطبيق الحديث كلام كلام لا يحتاج إلى جدل وكما هي عادت هؤلاء الرجال يا إخوة أنهم يبدأون أبواب الحديث عندهم دائما بالأدلة الشرعية القرآن والسنة تجدون ذلك عند الكلباذي في التعرف وواضح جدا عند التوصي في اللمع وبارز بروزا تاما عند السهرورد البغدادي في عوارف المعارف يا سلام عوارف المعارف هذا اكتب عظيم اكتب عظيم جدا وقالوا عنهم امتلأ سنة من مفرق رأسي إلى أخمص قدميه هو وجد أبو النجيب الصور وردي عادتهم جميعا أن يبدأوا الأول بالكتاب والسنة أدلة فهم بدأوا عندما أرادوا أن يتحدثوا عن شيخ العلم عن شيخ الحكم للوصول إلى شيخ العلم قالوا لابد من لابد من واعتصموا بحبل الله قبل أن تنظر واعتصموا بالله لأن هم أيتين زي ما عنا عارفين واعتصموا بحبل الله واعتصموا بالله فقالوا أنت لا يمكنك أن تعتصم بالله ولاية أو تزكية أو ترقية أو معرفة إلا إذا اجتست حبل الله وهو القرآن الكريم والسنة نبوي وجالس السهرورد اللي احنا ذكرناها ده يشرح في طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة طلب العلم فريضة على كل لأنهم لم يقولوا إنها مسألة اختيارية وهم لا يقولون إنها من باب التحسين إنما هي عندهم من باب الوجوب لابد أن تدخل وجوبا وجوبا على من هذا الباب فجلس يشرح في طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة مسافة طويلة أفسح للحديث مجالا طويلا في كتابه أو في الباب الذي عقده لهذا العلم منها أنه علم الحال ومنها أنه علم المقام ومنها أنه كذا ومنها كذا لكن انتهى في إيه؟ أنه رجح أن المراد طويلة ومنه علم الحلال والحرام كثير جاب أتى بأراء المفسرين والمحدثين في الحديث رجح في النهاية أنه علم الفرائض التي كلف الله بها الأمة وأنها علم ما يصلح العبادة من فرائض أولا وهذا هو الغالب على الحديث الذي جعله فريضة على كل مسلم ومسلمة ليس فرض كفاية وإنما هو فرض عين الله لا يمكن رحمة منه وحنانا وفيضا لا يمكن أن يكلف كل فرد فرد بطلب مطلق العلم فهذا لا تطيقه كثير من النفوس لكن علما خاصا يتحدث بالفرائض كالصلاة وكالزكاة وكالحج وكذا وكذا هذا هو الذي يمكن أن تطيقه النفوس وقلنا إنه واجب وتنفيزا للوجوب نرى أن شيخ الغزالي رفض الغزالي قبل أن يحصل هذا العلم كلام ليس نظري كلام عملي الغزالي كان شابا يدرس العلم في قرية فمر يوما بالمصادفة فوجد عالما يتكلم علما رقيقا سوفوا يا أخوانا أنا أقول لكم هذا لما نرجع للقصص العلمي نجد أن هذه المسألة واضحة أوي كثير من الناس يقف ضد شيء وهو يجهله أو لا يقرع عنه وينقضه ويعاديه وهو لم يحاول يوما أن يقرأ كتابا واحدا أو بقالا جيدا عن هذا الذي يعاديه وهذا الأمر برضو ليس خاصا بنا وإنما هو كان خاص بكبار العلماء وأنا ذكرت موقف الإمام أحمد من الحارس المحاسبي وكان الإمام أحمد كان الإمام أحمد ينقضه نقدا شديدا ويذمه إلى أن تعرف عليه من خلال كلام الحارس المحاسبي نفسه ولذلك تجدون للأحمد بن حنبل أقوالا تذم المحاسبي وأقوالا تمدحه المدح بعد هذه الوقعة عندما سمعه والذم قبلها نفس الورد حصل مع من؟ مع ابن دقيق العيد قاضي القضاء في مصر كان يذم ويقف قاضي القضاء وابن دقيق العيد معروف في علمه ومعروف في سعة علمه فكان يقف ضد أبن حسن الشازل وينقضه نقدا شديدا إلى أن التقى ابن دقيق العيد بأب الحسن الشازل ليس في ساحة جهاد العدو الباطني وهو النفس إنما في ساحة جهاد العدو الخارجي في موقعة المنصورة المشهورة جدا بين الفرنجة بين الفرنجة صليبيين الذين حاولوا الاستلاع على مصر بعد ما استولوا على الشام فجاءوا عن طريق البحر عن طريق البحر الأبيض ودخلوا إلى موقعة المنصورة فجالس ابن دقيق العيد جالس في خيمة وسمع رجلا يتحدث فأخذ يسمع يسمع إلى أن قال هذا كلام قريب عهد بالله قصة أحمد بن حنبل مع الحارس المحاسبي كانت مدبرة يعني صاحب البيت هو لدبرها لكن هذه القصة فجائية ليست مدبرة فقال بعد ما سمح كثير من هذا؟ قالوا هذا أبو الحسن الشازيلي فانتقل ابن دقيق العيد من خيمته وزار أبو الحسن الشازيلي ولزمه وصار هادئ النفس بل تحول من مسلكه العداء للتيار التزكية كله إلى تيار محابي بل ومنضمه نفس الوقع معاصرا كان الشيخ شعراوي كان سياسي وكان زعيم الشبيبة الوفدية في عهد مصطفى النحاس ولما قرأ بعيدا عن علوم التزكية فكان يعني مش يعني ليست فكرته ناضجة عن مثل هذه العلوم إلى أن التقى في مدينة الطنطة برجل من الصالحين ومن خيرة العلماء وأهل التزكية والعبد الفقير كان شاهدا على هذا الواقع على هذه الواقعة فتأخر شيخ العلم على شيخ الحكم وأتى متأخرا حوالي الساعة الواحدة مساء وشيخ العلم شيخ الحكم لشيخ شعراوي جالس ينتظر على قلق ملل شديد فلما رأاه قابله متجهما وكأنه يقول من هذا الذي ننتظر طول هذه المسافة وكان حاضر محافظ الإقليم الحق أحمد الأصب رحمة الله عليه فكان عدد الكبير جالس فقال من هذا الذي إلى أن أتى الرجل فأخذ الرجل يحدثه عن أمور خاصة ويحدثه بطريقة علمية صارمة إلى أن تحول الرجل بعدما كان يجلس من الدينه نصف ظهره تحول وأخذ يضرب كفا على كف ويقول بنفس العبارة سبحان الله لا حرج على فضل الله لا حرج على فضل الله وتحول بعد ذلك تحولا شديدا تلك هي وقعت أحمد بن حنبل تلك هي وقعت ابن دقيق العيد تلك هي وقعت شيخ شعراوي ففي كل عصر تجد أعداء لعلم لم يكلفوا أنفسهم أن يبحثوه أو أن تدرسوه لقد أكد هؤلاء المزكون على أنه لا بد أن يبدأ العلم الشرعي وبالفعل نفذ ذلك شيخ الغزالي جاء جاء الغزالي وأخذ يسمع الغزالي لم يكن في هذا لك كان شابا لم يكن منتبها إلى هذه النقطة فجلس يسمع فقال الشيخ له من أنت قال أنا فلا قال ماذا ما الذي جاء بك لأن ليست العادة أن يدخل كل تلميز في الحلقة كده دون أن يعلم الشيخ إنما من حسن الأدب أن نستأذن الشيخ وأن يستأذن عند الكبار في تلق العلم عندهم وأنتم تعلمون أن الإمام الشافعي عندما ذهب يتلقى العلم على يد الإمام مالك في المدينة المنورة لم يذهب من تلقاء نفسه إنما وصت أمير مكة وتوست أمير مكة إلى أمير المدينة وتوست أمير المدينة عند الإمام مالك كي يقبل الإمام الشافعي وقال الإمام مالك لأمير المدينة وهو جالس على مكان كرسي أمام بيته وأمير المدينة واقف أمامه يرجوه ليقبل التلميذ في حضرته قال انظر هل يستأهل أن يدرس عندي أو لا انظروا للعزة عزة العلباء فقال له ما الذي جاء بك قال أنا أدرس عند الشيخ فلان العلم الشرعية كذا وكذا وكذا ما الذي أتى بك في مجلسنا قال سمعت عنك وأردت أن أستفيد منك فقال له يا بني شوفوا التطبيق العملي تطبيق العملي للأخذ عن شيخ الحكم أولا يا بني اذهب إلى الشيخ يعلم ثم يعلمك العلم نفس لفظه ثم تعال بعد ذلك إلي أعلمك العمل قال الغزالي فخرجت واستكملت دراستي ثم ذهبت إليه بعد ذلك هذا هو نداء من ذنون المصري سابق سابق مرحلة طويلة 245 ذنون لقصة عجيبة ذنون المصري ده كان ذنون عالم علم دنيوي عالم علم دنيوي يعني يعني مش من علوم الشرع كمان كان يعلم كيف يحول المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة اللي هو أن احنا دلوقتي بنسع إليه وناس كتير لكن مكلف فكان أهل إخميم مدينة تابعة لسهاج في جنوب مصر على دراية بهذا العلم وهو واحد من أبنائها فكان يذهب لتصريب بضعته في القاهرة عن طريق البحر نهر فجلس يوما يخضي حاجته فوجد قنبرة عمياء نزلت وإناء فيه ماء وإناء فيه حب أكلت وشربت ثم ارتفعت وقفت على المنبر قال يا رب هذا الذي الله الذي رزق القنبرة العمياء في الأرض الصحراء كفيل أن يرزق زنون والله لا أعول لذلك وانقطع وأخذ يتعلم هذا العلم ثم قال قولته التي سجلت بداية عندكم في المحاضرة وهي اجلس إلى شيخ العلم حيستعمل هو بقى كلمة العلم وبدل ما استعملها واحد تاني بكلمة الحكم استخدم ده هو كلمة العلم اذهب إلى شيخ العلم وجالسه بالجهد جالسه بالجهد يعني لا تتعالم عليه أدب من أداب العلم عندما تدرس عند شيخ حتى هم يقولوا في الأداب مع الأداب المزكة مع المزكي يقولوا إنك انت لو أخطأ لو أخطأ المزكي حتى لا ينبغي أن ترده أدبا معه لو أخطأ شيخك لا ينبغي أن ترده أدبا معه لكنك تسوقها بعد ذلك في قالب عرض كأنك تتحدث عن المسألة دون أن تلفت نظر الشيخ إلى أنك تصحح له إعمال في الأدب جالسوهم بالجهد يعني بالأدب والغزالي يقول أول ما يبدأ به الإنسان التفقه في الدين وابن عربي سأله واحد ابن عربي سأله واحد ماذا أفعل قال له يا بني أولا تعلم العلم يا بني تعلم العلم والحكيم الترمذي يقول أول العبادة العلم والجيلاني هو لصاحب فكرة شيخ الحكم وشيخ العلم أبو العباس المرسي علم الظاهر أولا ثم الصدق مع الشيخ ثانيا إبراهيم الدسوق يأخذ من علم الظاهر وجوبا ما يصحح العمل وجوبا ما يصحح العمل سورة وردي يجب تعلم ما لا يسع جهل من أحكام الشريعة علينا ابن وفا لا بد من العلم بما يصلح الأعمال وهكذا كلهم كلهم نبهوا على أن العلم الشرعي أولا إذا أنت أحكمت هذا العلم النافع للعمل يجوز لك بعد ذلك أن تنتقل لكن نختضي ما تفتناش بحاجة أني الرجال القدامة من أهل التزكية وأهل الظاهر شوفوا شوفوا الاعتراف كله أهل التزكية يحولوا على أهل الظاهر وأهل الظاهر يستقبلون ويعلمون في الوقت ده كانوا على وفاق وكان أهل الظاهر يجلون أهل الباطن أو أهل التربية وأهل التربية يجلون رجال الظاهر أنا أضرب لكم مثال واحد وإحنا ربنا برضو يعني أكرمنا كمان النهاردة بعالم من علماء التزكية بأن له اهتمام بالتزكية الدكتور عبد الحميد مذكور أخونا رجل فاضل من كل يد دار العوم بارك الله فيه وأهلا وسهلا به هو مين الإمام أحمد بن حبد شوف عشان بسي قلت لكم فهيا هيا للجميع أدعو الجميع أدعو الجميع أن يقرأوا وأنا على ثقة أنهم لو قرأوا لفهموا لأنهم أهل فهم الإمام أحمد بن حنبل كان يجلس في حلقته يتعلم الحديث من أبو حمز البغدالي من كبار رجال التزكية في القرن الذي يعيش فيه قرن الثالث الذي يعيش فيه أحمد بن حنبل فكان يجلس في حلقته يبا شيخ العلم يجلس يتلقى عن شيخ الحكم فإذا ما جاء سؤال يتصل بعلم أبي حمزة بعلم أبي حمزة أحاله في نفس اللحظة الإمام أحمد إلى أبي حمزة فيقول ما تقول فيها يا أبا حمزة فيقوم أبو حمزة بأمر من شيخ الحكم يتحدث إجابة فيه عن السؤال عن السؤال الخاص الخاص بشيخ العلم ود وتقدير ومحبة كلهم كلهم كانوا كذلك الإمام الشافعي صاحب مذهب كبير يقول عاشرت أهل التزكية كم سنة عشرين سنة استفدت منهم الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك فبعد أن علمنا إحالة شيوخ العلم على شيوخ الحكم تربية وتعليما أو تعليما ليتولهم التربية بعد ذلك نقول إنهم كانوا قد أفسحوا صدورهم لبعضهم وإن الحق كان غايتهم إن الحق كان غايتهم لا تعصب ولا عداوة لأمر نفسي ولا رغبة في جاء ولا رغبة في سلطة ولا رغبة في سعة علم ولا رغبة في سعة فكر ونشر فكر بعد العلم الشرعي ينتقل انتقالة تخصصية يقولوا العلم الشرعي بعد العلم الشرعي اللي هم نبهوا الهدو كلهم كذا واحد هم يقولوا لابد من علم المنطول والرواية الله ده كأنه لا يريد علم الاجتهاد فقط الذي هو يصلح في مجال العباد لا ده هو يريد العلم المبني على الرواية على الرواية إذن هو لا يريد علم الدراية أو الاجتهاد أو الاستنباط إنما يرى أنه لا بد أن تبنى العلوم التي تأخذها من شيء العقل على الرواية يعني لا بد أن تكون المعلومة التي حصلت عليها مبقائمة على الرواية بالمقول من الذي أكد ذلك الهروي والشزلي والجيلاني والسري السقطي كثير لا بد روح العلم الشرعي لكن لا تخذ درست الفقه الشافعي دون سند ولا تخذ درست الفقه المالكي دون سند لكن لا بد من السند لا بد من الرواية والنقل هذا كلامهم هذا كلامهم من الذي كان يعتمد الرواية والنقل في فقه الحديث وازال النهاردة فقه الحد النهاردة طائم على الرواية والنقل من أحمد بن حمم زي كان كنت بدرس الفقه مرة في كلية الدعوة في المدينة من وره فسألني تلميذ نابه نشيط مالكي لكن هو بحكم الدراسة بدرس الفقه لأنه هو شنقيطي والشنقيطة كلهم مالكية فقال لي يعني ما ذهب قلت له مالكي قالت لكن تدرس فقه الحنبل ايه رأيك في الفقه الحنبل قلت له كويس بس كسرت الروايات فيه قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا يعني يجيب لك في الحكم من ثلاث اربع احكام قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا قلت هذه ايضا قال لي ما منشأ وقلت له أنا يعني مدى علمي اني منشأ منشأ الاقوال اديا اني الامام احمد ودي نقطة هم اثاروها اني الامام احمد كان مشغولا جدا بالحديث وخدم الحديث خدمة عظيمة جدا الى ان جاء عند الفقه فلم يسعفه زمنه وعمره ان يفصل الناسخ من المنسوخ والمجمل من المفصل والمطلق من المقيد حتى يحكم على هذا بذلك او على العكس فجاء فقه متعدد الاقوال نظرا لهذه المسألة قال الرجال التزكية لا بد من العلم الشرعي المبني على الروايات والنقول هم اهل صفح فيما بينهم اما منهج اهل التزكية في الاخذ بالفقه قالوا نحن مع الفقهاء اذي قعدتهم نحن مع الفقهاء اذا اتفقوا فاذا اختلف الفقهاء اخذنا مرة يقولون بالاحوط ومرة يقولون بالاحسن والاولى بالاحسن والاولى يبقى مرة بالاحوط يعني اخذنا بالاحوط مثال اختلف الفقهاء في مسح الرأس بناء على ان الباء في الاية زائدة فبعضهم قال الباء للطبعيد والبعض يطلق على الرب يبقى الرب وظن الامام ابو حنيف الامام الشافعي قال لا الباء على البعض والبعض اي جزء يسمى البعض فيكفي اي جزء من الرأس الامام مالك قال الباء زائدة والزيادة في العبادات لا تحدد يبقى مسح جميع الرأس وليس هذا بل ورد ورد مسح الرأس فاعتبر مسح جميع الرأس فرق والرد سنة ولا انا بكلم اخونا الشيخ سالم يعني في كيف كان ابن عربي وهو يعني اللي هو يعني عنه يقولون عنه كيف كان يشرح فرائض الوضوء من الناحية الظاهرية كمالك لأنه مالك وكيف كان يشرحها من الناحية التزكية كفقه دراية وهو بيصور انسان هو ماشي كده وبتقطع تاني رأسه كده يقول انه اراد ان يذل نفسه لله مذلة عندما يرد مسح الرأس واخذ يشرح الفرد من ناحية الظاهرية والمعنى الرد كلام جميل كلام جميل الى ابعد الحدود بصرف النظر عن مشاكل اخرى يبا اتفقوا في العلم الشرعي انهم ان اختلفوا اخذوا بالاحوط او بالاحسن وبالايه وبالاولى كلمة الاحسن والاولى ايضا تطبق في علم العقيدة وهو منهج الذي استبدله ابن تيمية الذي استبدله ابن تيمية بقياس الغائب على الشاهد عند الاشاعراء فهو رفض قياس الغائب على الشاهد واتى بقياس الاولى فهم طبقوا نفس القعدة في الفقه وطبقوها نفس القعدة في علم العقيدة نطلع للعقيدة علشان تاخذ حظها مننا شوية يبا الجانب الثاني هذا هو الجانب الشرعي بجوانبه او باركانه العلم الفقهي القائم على الرواية والدراية سلامة الصدر الاخذ بالاحوط والاحسن والاولى عند الاختلاف عند الاتفاق يخطون ما اتفقوا عليه تصحيح العقيدة الجنين قال على المزكي ان يأخذ ان يعرف الصانع من المصنوع ان يعرف الصانع من المصنوع وجب حتى هي اللي حينقف عندها قليلا وهي ان يعرف كيف احدث الصانع المصنوع للي وقفت عندها النهاردة اتأمل اتأمل كيف يقول الجنيد ان يعرف المصنوع كيف احدثه الصانع جميعاً نحن نعلم اننا لا نعلم كيفية خلق الله لا في الكون ولا في الانسان لا نعلم لان نص الاية في سورة الكهل ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق ولا خلق انفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدا ولما طلب ابراهيم من ربه ان يريه كيف يحيي الموت شوف الحباء كيف تحيي الموت قال اه ولم تمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي هو طلب الكيفية لكن الله عندما اراه لم يره الكيفية واراه النتيجة يعني لم يره كيف ركب الاجزاء كيف التأمت كيف القى فيها النفس الحيوانية كي تقوم لا انما قال خذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم ادعل على كل جبل منهن جزاء ثم ادعهن يتينك سعية يبن حيقوم به ابراهيم هو ايه ان يأتي بالطيور ويقطعها ويحطها على الجبل ثم ينادي عليها اللي حصل ان هو طحة قطعها ثم نادع عليها فجاءت ايبا هو لم يرى لم يرى الكيفية انما رأى النتيجة هي هي نفس الطيور اللي كانت في ايدي من قريب صارت موجودة الان قال له هذه النتيجة التي تؤمن بها اما الطريقة والكيفية فتلك خصوصية للذات الالهية لا يشهد الله انما الكيفية التي عناها الجنيد وهذا ما اعتقد في سيد الطائفة الكيفية كيف خلقنا اننا خلقنا من طراب الحديث عن مراحل الخلق البشرية كيف خلقنا من طراب كيف خلقنا بعد ذلك من زوج وام واب الى اخره هذا هو المراد عند الذي يقصده من تلك الكيفية ولا يقصد كيف تؤثر كلمة كن في المخلوق بقدرة الله هذا لا يؤاد لكن المسألة قدرة الله تفعل قدرة الله تفعل لكننا لا نستطيع ان ندرك كيف تفعل قدرة الله في الاشياء انما نحن نعلم ان قدرة الله تفعل دون ان نعلم كيف تفعل قدرة الله ابو عاني الدقاق شوف ابو عاني الدقاق يقول ايه انا بس حبيت ارى لكم النص عشان تشوفوا الفرق بين هذا الكلام وبين ما يقولوا اعداء اهل التذكير يقول ابو عاني الدقاق اولا نص او الجنين ان اول ما يحتاج اليه من عقد الحكمة معرفة المصنوع صانعة والمحدث كيف كان احداثه فيعرف صفة الخالق من المقلوب وصفة القديم من المحدث فيذل نفسه لدعوته ويعترف بوجوب طاعته انما ابو عالي الدقاق قال يجب على المزك تصحيح الاعتقاد بينه وبين الله وان يكون اعتقاده صافيا انا حفظ معظم لكن اريد ان اسمعه لكم بالحرف وان يكون اعتقاده صافيا انظروا عن الظنون والشبه خاليا من الضلالة والبدع صادرا عن البراهين والحجج ماذا يقول الاخرون ماذا يقول الاخرون سوى انهم يدعون الى ان تكون العقيدة خالية من الشبه وان تكون خاليا من البدع وهذا كلام مين كلام اهل التسكية لا فرق ابدا لا فرق ابدا وانا اذكركم من الحزب الذي قام بمحاربة اهل البدع والاهواء في العالم الاسلامي كله قبل ان تظهر الامام احمد ابن حمد رضي الله عنه من الحزب من هذا الحزب الذي كان يقوم من رجال التسكية رأى رأى رجال التسكية طوال القرن الاول بدءا من ابن سيرين والمسيب المجموعة الكبيرة دي كلها وابن واسع ومكحول الديمشقي من اين من كل ومكحول الديمشقي وابن وهب كل الامصار كلهم وقفوا احد الشيوخ من هؤلاء وجد تلميذا له يكلم قدريا قبل ان يكون الامام احمد بدعوته وبوقفته ضد البدعة فجاء فلما رأى زهجر فقال له اكلمك نصف كلمة اكلمك كلمة قال له ولا نصف كلمة حاربوا اهل الاهواء والبدعة واستمر هذا التيار مع رجال التزكية في القرن التالت واستمر فكرة لكن كل العلوم تغيرت كل العلوم تغيرت بعد ذلك ولو حكمنا على المسلمين باسلامهم اليوم ما حكمنا على الاسلام الا ان الاسلام قد انتهى فلا فلا يصح ابدا ان نحكم على تيار فكري بما هو موجود الان ليس هناك اي تيار تستطيع لو حكمنا على التفسير بما فيه من اسرائيليات لرفضنا التفسير لو حكمنا على الحديث بما فيه من وضع للغينا التفسير للغينا الحديث لو حكمنا على المسلمين بأنهم ضيروا وبدلوا لا 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 او على الاسلام لا انتهينا من كل لكن لا ينبغي ذلك انما نحكم على الاصول نحكم على الرجال الذين يؤخذ من كلامهم والذين هم معتمدون في هذا العلم وفي هذا لقد اكدوا على ذلك الهروي سماه علم اليقين لابد من تحصيل علم اليقين قبل ان تسير الى عين اليقين او حق اليقين لان عندكم الدرجات ثلاثة علم اليقين عين اليقين حق اليقين قال لابد من علم اليقين كي يمكنك ان تعرف حق اليقين او عين اليقين الجيلاني طبعا لما يتكلم عن العقيدة وتصحيح العقيدة ده طبعا يعني نحن ناخد كلامه على انه هو كلام انتماء للمذهب يعني الاعتقاد الصحيح عند الجيلاني والغزالي برضو التوحيد الجيلاني هنا برضو حقر لكم نص نص الغزالي شوفوا الغزالي بيقول ايه نص جميل كده التوحيد موجب يوجب الايمان فمن لا ايمان له لا توحيد له والايمان موجب يوجب الشريعة فمن لا شريعة له لا ايمان له ولا توحيد والشريعة موجب يوجب الادب فمن لا ادب له فلا شريعة ولا ايمان ولا توحيد هذا نقول لهؤلاء الناس قالوا لا بد من الإيمان ولا بد من التوحيد ولا بد من الإيمان ولا بد من الشريعة ولا بد من الأدب ماذا بقي؟ الأدب هو الأخلاق ماذا بقي إذن؟ ورتبوا كل واحدة على الثانية لما يقولون تصحيح العقيدة والدعوة إلى تصحيح العقيدة بالشكل له يبقى سؤال مطروح مهم جداً من أحد حضرتكم وهو ما هو المنهج؟ ما هو المذهب الذي ينتمي إليه هؤلاء في تصحيح العقيدة؟ ما هو المعيار؟ ما هو المعيار في تصحيح العقيدة؟ نصحح على أي مذهب؟ يترى على مذهب المعتزلة؟ ولا على مذهب الأشاعرة؟ ولا على مذهب السلف؟ ولا على مذهب الخوارج؟ ولا الرافضة؟ هذه التيارات الأيه؟ أو الكرمية المشبهة؟ هذه التيارات الموجودة في العالم الإسلامي ماذا اختار رجال التزكية منهجاً لتصحيح عقيدتهم؟ ناجد لاتجاهات الثلاثة ولو أننا ما بملشي لاتجاهات تقسيم الرجال التزكية إلى اتجاهات سلاسة لكن حمشيها المراضي شوفوا رجال التزكية من أهل السلف ورجال التزكية من أهل السنة ورجال التزكية من الذين قالوا عنهم إنهم تفلسفه؟ التلاتة التلاتة اجتمعوا على أن العقيدة تصحح من خلال المذهب السلف من خلال مذهب السلف التلاتة الهروي والجلاني سلفية آه رجال تزكية سلفية وحنابلة في المذهب الفقه فإذا أكدوا على المذهب السلف هذا الكلام لكن غيرهم لكن غيرهم أيضا من الرجال التنيين يقولون القشاري القشاري والغزالي وغيره أبو النجيب الصهروردي مش الصهروردي البغدالي لا أبو النجيب جده جد الصهروردي رجال التزكية الجميع التعرف حتى فيه حاجة غريبة يعني الكلباذي في كلامه قال وأغلب رجال التزكية أشعرية قال كده لما جاء يعرض مسائل العقيدة عرضها من منظور سلفي وليس من منظور أشعاره جميع الذين تكلموا في العقيدة وهم عرضوا للعقيدة في أماكن محددة عرضوا لها في مقدمة مؤلفاتهم وعرضوا لها في أبواب خاصة بعلم التوحيد بباب التوحيد باب خاص كده يسموه باب التوحيد وعرضوا لها أيضاً في أبواب تخص العقيدة نفسها ومسائل تخص العقيدة بعنوين أسماء العقيدة كلهم بعد ما يعرضوا بعد ما يعرضوا المجموعة كلها تعرض يقول ولا بد وأجمع الجمهور أنا أطلع هالكم لو عايزين ترى وأجمع الجمهور على أن تصحيح العقيدة لا بد أن يكون على مذهب السلف بأي خلاف أي خلاف إذن علم شرعي عندنا علم عقيدة تصحيح على مذهب السلف الكلام جاي لما بيتكلموا بلا تشبيه وبلا تعطيل وبلا تأويل والمتشابهات نمرها كتلاوتها وتلاوتها تفسيرها نفس الكلام موجود موجود نفس الكلام مذهب السلف لكن الشيء العجيب أن يأتي المتفلسفة أو اللي يأتي من يقولون عنهم إنهم فلاسفة اللي هم مين اللي هم من أمثال ابن عربي والجيلي ابن عربي تنه لا يعلن عن هذا المذهب لحد ما كتب تحفة السفرة تحفة السفرة كتب صغير كده قال فيه بالحرف الواحدة هم يقول ابن عربي المتوفى ستمية امين فليكن المزك على اعتقاد السلف من أهل السنة بريئا من الرفض والجبر والتشبيه والتحديد والتجسيم والتعصب والجدال الجيلي صاحب الإنسان الكامل وصاحب المناظر قال ايه انني ما وضعت شيئا في الكتاب الا وهو معيد بكتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك لان كل علم لا يؤيده الكتاب والسنة فهو ضلالة ماذا نقول ادي الاتجاه السلفي عند المزكين و ادي الاتجاه السني عندهم و ادي الاتجاه الذي اتهم بالتفلسف الجميع يقولون تصحيح العقيدة على منهج مين على منهج اهل السلوة ماذا نقول اذا بعد هذا علم شرعي تبنى عليه التزكية فقه فقه مبني على الرواية والمنقول سلامة صدر اخذ بالاحوط عقيدة على مذهب السلف يتفق عليها التيار السلفي داخل رجال التزكية والتيار السني والتيار المتفلسف الجميع يعودون الى منهج السلف ماذا قال ابن عربي عندما ارسل من الذي حول الفخر الرازي الفخر الرازي الى التصوف في اخر حياته من الذي حوله ابن عربي ارسل له كده ارسل له رسالة كبيرة جدا وقال له يا شخص انت عشت في العلم الدنيوي ارجع الى العلم الدنيوي ونصحه ان يتبع ماذا بالسلف هذا قولهم وهذا علمهم وهذه تزكيتهم وهذا حالهم نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الذين زكت انفسهم وصفت ارواحهم وعلمنا عن الله وعلمنا بالله وخفنا في الله وقلنا لله وقلنا لله وقلنا لله وأدينا لله نسأل الله ان يضاعف الاجر وان يثيبكم جميعا وان يبارك فينا جميعا وصلى الله وسلم على سلنا محمد نبي دمه وعلى آله وصحبه وسلم